كلمنا في بداية الحلقة النهاردة أنه فصل الشتاء بيكون فيه استهلاك كبير جداً ومستمر للكهرباء بشكل دايم زي مثلاً نتكلم على السخنات، الدفايات وغير وغير ومن الأدوات الكهربائية اللي بيتم توصلها بالطيار بالصفة مستمرة برغم أنه فيه خطورة كبيرة جداً من أنه نسيب الأجهزة دي متوصلة بالطيار الكهربائي لفترة طويلة علشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن كيفية الترشيد في استهلاك الطاقة وخصوصاً في فصل الشتاء وخصوصاً لما أيضاً نستخدم أجهزة كهربائية مرتبطة بهذا الفصل زي السخان الكهربائي أو الدفاية اللي ممكن يسببوا أيضاً أضرار صحية للإنسان معنا في صوته صباح الخير يا مصر المهندس للسشاري أحمد صلاح الشنوي وكيل شعبة كهرباء بالنقابة العامة المهندسين أهلاً بحركة فندم نور صباح الخير يا فندم بالتأكيد في خطورة كبيرة في قصة استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء من وجهة نظر الفطورة قبل ما نتكلم عن الأشياء التالية ينصح بإيه؟ بصحة حدقة فندموا فيها أجهزة كسيفة استهلاك الطاقة زي التكيف والدفاية والغلاية والتلاجة دول السخان الكهربائي طبعاً أولو ففيه إحنا فيه عدات سيئة شوية بتستعملها ويتلاقي الناس ما سيجي الفطورة يقول لك كده ده شركة الكهرباء كل دي يعني ما استهلكتش الكهرباء دي إزاي إذا عشان هو فيه حاجات بنعملها غلط يعني مثلاً السخان الكهربائي نبدل شغال طول اليوم أنت ممكن ما تستعملوش طول البيت بره وجيت بالليل ما استعملتوش خالص ممكن تقعد يومين تلاتة ما تستعملش السخان بالكهرباء لكن طول ما الحرارة بتنزل المية بتنزل منه بيغليها تاني يعني حتى جربها كده جيب غلاية الكتل وحط فيها مية ومستعملهاش وشغالها تاني هتلاقي المية غليت تاني فالسخان بالكهرباء ده يبدل شغال طول اليوم ده غلط جداً جداً أولاً بيقلل عمره الافتراضي إنه مفروض ما يشتغلش طول اليوم تاني حاجة بياخد فطورة السلاك كهرباء كتير فنصيحة يعني طبعاً في الصف ما استحبش في شهر 7 أو 8 ما استحبش استخدام السخان الكهرباء الدنيا بتبقى يعني حر ما هي بتبقى نزل سخنا أصلاً من المواصير يعني لكن في الشتاء قبل ما تستخدمه من نص ساعة بس خلصت الاستخدام بتاعه قد فيه تاني وده أحسن حاجة بتزود عمره الافتراضي ومتقللش ومتزودش السلاك في طورة الكهرباء طب خليني الكلام على أجهزة بسيطة شوية زي مثلاً الشواحن التليفونات كتل الميا هي الأجهزة البسيطة اللي احنا ممكن نفتكر إنه ما بتستخدمش أو ما بتستهلكش كهرباء كتير فعلى طول سايبين الشاحن بتاع الموبايل في الكهرباء نفس الكلام على الكتل هل فعلاً بيسببه استهلاك عالي للكهرباء ولا لا؟ هو في حاجات فيه شوية إجراءات كتير عشان تقلل السلاك الكهرباء احنا قلنا مثلاً السخان بالكهرباء قبل الاستخدام كده بنص ساعة تستخدمه بعدين تطفيه بعد كده الغالية حول تعييرها يعني إذا مثلاً قاعد لوحدك تعمل كنباية واحدة ما تملاش الغالية كلها كده برضو استهلاك للكهرباء كتير الشواحن يريد تفصلها آه يريد تفصلها إنه شحنت التلفون بتاعك مثلاً نص ساعة ساعة يريد تفصله برضو من الحاجات اللي لازم تستخدمها عشان تقلل السلاك الكهرباء مثلاً حاجة سخنة مثلاً صنية مثلاً فيها أكل مثلاً ما تحطاش سخنة في باب التلاج على طول لسان ما تبرز شوية لأن كده ات بتدي التلاجة تشتغل أكتر يعني ما تبرد مثلاً من درجة حرارة 25 تنزل شوية غير ما تبردها بتدي من درجة حرارة 20 أو 15 فحاول متحطش الحاجة في التلاج على طول ما تفتحش باب التلاجة كل شوية كده ده بيخلل التلاجة تشتغل أكتر يعني برضو من الحاجات اللي اتعش تقلس فاتورة الكهرباء اللي غسالة الفول اوتوماتيك يعني برضو ما تستخدمش المجفف فيها صحيا حتى قالوا الدكات اللي قالك الملابس فولة تتعرض لأشعة الشمس أحسن طيب قرأنا في صفحة الحوادث والد فنان شهير توفى بسبب الدفاية وعالم في التنمية البشرية أيضا بسبب الدفاية خطورة الأمر حتكلمنا من وجهة نظر الفاتورة خلينا نتكلم بقى الخطورة الصحية والمخاطر اللي مش ممكن تبقى صحية ممكن يعني تؤدي لقدر والله احنا الدفاية دي بتعتبر من الكوارس في البيت لو احنا استخدمناها استخدام غلط يعني أولا بصد الدفاية في نوعين من الدفاية الدفاية الزيت ودفاية لها اللي هالوجين اللي بي فيها شمعة كده حمر اللي هي لون القرن من أخطر أحمر فدي بتبقى لها استخدامات يعني لازم باحتراس شوية الدفاية دي ما تحطهاش جنب استارة لان ممكن استطارة مع شوية هوا أو أي حاجة أو مع السخنية لتمنتقل بالإشعة كده في القوضة ممكن استطارة دي تتحرق ممكن تلاقي يعني مثلا مش عغل الدفاية وقاعد مثلا على الفوتية ولا 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 ومش واخد بالك ان تشم ريحة شياط مثلا كده فدي خلي بالك لانت ما تحطهاش جنب ستاير أو جنب قماشي تاني حاجة برضو من الحاجات السيئة ما تحطهاش على قطعة خشب يعني الخشب ده بوكن برضو وحدة وحدة كده تليه عمل سخن برضو حاجة تانية لما تيجي الدفاية دي يقولك إيه السلك بتاعها أنا حطه تحت السجاد ده حاجة سيئة جدا نتطع أي سلك وخصوصا الحاجات كسيفة السلك سلك الضوط العالي لانه بيسخن والسجاد والموكت ده مصنوع من الألياف ممكن برضو يسخن مرة في مرة تليه يتحرق يعني ممكن لقدر الله في نفسه يتحرق شوية أهم ونزل مثلا قال لك عجيب حاجة أنا مش على الأخر عشر داي غلط تسيب الدفاية شغالة ما تسيبهاش لازم تطفيها وبعدين برضو إيه من الحاجات الخطر برضو تسيبها وانتنايم بيقل الأكسجين ممكن مفيش بقى مفيش أكسجين تبوت من الخلق فلازم أنت تشغل الدفاية وبعد كده تطفيها أو فيه بيبقى فيه طيمرات فيه أجهزة بيبقى فيها طيمرات تشغال على نصف ساعة ساعة هي بتفصل أكتوباتك بعد كده وده الحاجة الصحة طيب من الحاجات التانية كمان هي المشتركات يعني ممكن بقى يبقى نجيب مشترك نحط بقى فيه الدفاية كل بقى الحاجات دي نحطها فيه أمتى قدر أعرف أن المشترك ده قدر أستخدمه ما يبقاش التحميل عليه عالي بصف أنه أول حاجة يجب أشتري المشترك ده من مصادر مش مصادر بيريس سلم فيه مصادر وكده أسوقها في الشرعة بتبيع مشتركات لا يجب أشتريه من المراكز اللي هي بتبيع للأجهزة الكهربائية المعتمدة مشترك ده من الحاجات للكوارس برضو في البيت وأول حاجة بما يجيب مشترك أعرف أنا حاجيبه لإيه هل حاجيبه مثلا شغل به شاشة تلفزيون شحن موبايل يبقى أجيب أشوف أنا كل الجهاز بيبقى مكتوب عليه نيم بليت وراء الجهاز مكتوب عليه الفولت بتاعه 220 مثلا ثلاثة أمبير أربعة أمبير فأنا أشوف بس الورقة دي وأشوف مكتوب كم أمبير واجمع الأجهزة كلها اللي أشغالها عليها وأجيب مشترك لها أجيبت مشترك مثلا ستة أمبير مثلا مثلا يعني يبقى أشغل عليه تلفزيون شاحن كمبيوتر حاجات لا أحجيب مشترك مثلا عشرين أمبير خمسة وعشرين أمبير هشغل عليه الدفاية هشغل عليه السخان بالكهرباء لازم يكون معتمد يعني لازم بيبقى فيها جهاز حماية المستهلك على الجهزة دي بيبقى طب واللي بيشغل الدفاية على أربعة أمبير يعني يعني إيه المخاطر عايزين نكلم الناس نحن برضو إحنا برضو المشترك ده بنيعمل برضو منه كوارث ليل جابت مشترك إنت جابه مثلا أربعة أمبير والدفاية سيبعة أمبير إنت مش عايز تحمل هتلاقي السلك سخن مرة في مرة هتلاقي سلك ساح وعمل ما بنسمع بيقول لك ماس كهرابي وحرائي من إيه ما هي من دي إنت ما جبتش الأحمال الكويسة يعني أنت بس تشوف حدك المكوى بس تلاقي سلكها تخين الشاحن تلاقي سلك رفاية ده حسب الأمبير بتاعه فإنت ما تجيب مشترك أربعة أمبير مثلا وهو الدفاية ستة أمبير أو تمانية أمبير عايز خن عايز سيح هتلاقي أعمال حرارة هتلاقي أعمال حريقة في البيت يعني لقدر الله فإنت لازم تجيب المشترك المناسب للحاجة اللي أنت تشغل غسالة أو دفاية الثاني حاجة برضو وحب نعمل حاجات سيئة جداً جداً يعني حتى لو جبت مشترك عشر أمبير اتنشر أمبير كبير تلاقي تحط فيه حطرتك المشترك فيه تشغل عليه كذا جهازي يعني فده غلط إنت شوفوا جايبه اللي أنت تقول إيه وحط عليه الأمبير المناسب لي يعني المتضع لك كذا مشترك فيه لا مش فهم الحتة يعني يعني فيه المشترك هو الطويق الكبير لا نحط بقى مشترك سلاسي فيه تشغل عليه كذا جهازي مشترك تاني يعني مش العين مثلا هو المشترك ده ثلاث عيون أو أربع عيون تشغليه ثلاث أجهزة لا نحط مشترك فوق المشترك تشغل عليه جهازين اللي هو المشترك الصغير لانت بتحط عليه حاجات كتيرة قوي، هو مش مخصص لكده انت تشوف الحاجات اللي تتواصل عليها وشوف كم أمبر وتحط عليه عشان تشتغل في أمان برضو من المشتركات دي من الحاجات السيئة جدا انت برضو برضو بيسخن مرضو ممكن يعمل حريق برضو ما تحطش أي سلك تحت السجاد أو المكت وفي حاجة تانية بقى ما تيجي تعمل يعني برضو دي في الأول بقى ما تيجي يشوف شقة لازم برضو تكون متعاقد مع شركة لنا تعملك الأسلاك مناسبة اه يعني انت مثلا ايه؟ اه يعني انت مثلا ايه؟ اه حط ايه بالزبط حدك مزبوط كده بروفو عليك انا حط هنا تاكيف يبقى لازم احط السلك المناسب للتاكيف احط شغل هنا دفاية يبقى لازم احط السلك هنا بس القوضة دي هتبقى فيها إضاءة بس لهم بطعة دي يبقى انا حط السلك المناسب لها الحاجات دي بتفرق اجابة جامعة من هدم في ناس شقاها هتحرقت لانها مكتبت مجهزة هتشغلوا عليك ولازم برطة تشوف الأجهزة زي ما قلنا فيه جهاز حماية المستالج بيبقى عامل جارانتي للأجهزة مش جارانتي يعني ايه؟ فيه بتاقة اسمها بتاقة ترشيد الطاقة بتبقى موجودة خلف الجهاز اه الجهاز ده معتمد من نظارة الكهرباء وجهاز وحتى لو مش جهاز سلماني كل جهاز بمكتوب وراه كم أمبير اه كم أمبير وكما والتردد بتاعه والتاريخ الصنع فيه بتاقة بس اسمها بتاقة ترشيد الطاقة بيبقى فيه حرف ايه؟ حرف ايه ده؟ لو لقيته على الجهاز يبقى الجهاز ده شريل طامن طامن الجهاز ده عمله عليها اختبارات الجهاز ده موفر للطاقة الجهاز ده امان الجهاز ده فيه أرضي لو قدر الله حصل اي حاجة بيصربها للأرض ولو بي او سي ولا ما فيش دي او سي؟ لا فيه فيه ايه وبي و سي ودي بس انا بقول هو حرف ايه ده أحسن حاجة كل ما اللي حرف ينزل يعني حرف ايه ده؟ اللي هو الطب اللي هو الجهاز ده ده اكثر ترشيد للطاقة وما يفخوش يعني اللي قدر الله يفخوش اي زعقة لو حصل اي حاجة بيصربها على طول بي بي بقى أقل سي بقى أقل دي بقى أقل هم يعني هل فيه خطورة من وجود السخان الكهرباء جنب البريزة؟ بريزة الكهرباء؟ طبعا بص يا فاندي احنا برضو بنعمل حاجات سيئة جدا يعني تلاقي في المطبخ مثلا جنب المواسير المياه او تلاقي في الحمام مثلا واحد بيتوضى وهو بيعمل كده المياه دخلت في الفيشة وتلاقي حصل شرز وممكن فيه ناس بيجيالها ماس كهرابي من الحاجات دي يعني فغلط اي انت تحط فيشة جنب مصادر المياه او فيه فيه دلوقتي بتقفل أوتوماتيك يعني انت تفتحها تدخل فيها اول ما تطلع تروح نازل أوتوماتيك على طول الغطا بتاعها يعني وفيه حاجة برضو كده ايه يعني حاجات طبية برضو ما تيجي تمسك جهاز برضو زي السخان بالكهرابي عشان الحاجات اللي هي بتبقى فيها مية دي بتبقى اكتر ريتة ممكن تحس بماس كهرابي ما تمسكهش بالايد الشمال يعني حتى لو طبق قالوا ما تمسكش بايد الشمال جهاز كده لانه بيبقى قريب من القلب وممكنك يجي مسلا ماس كهرابي والحاجة بيبقى عضت القلب قريب من حاجة حاول تمسك اي جهاز بيدك اليمين يعني اي جهاز كهرابي اه اي جهاز كهرابي استخدامات امينة افضل هنقول ايه يبقى التكيف بس التكيف يعني بيبقى هو فيه تكيف بيبقى شغال سخن وبارد يعني بس اغلب الناس بتشوف التكيف بقى بارد بس لو هو كل يعني لكن فيه تكيفات ببقى نص سخن احسن شوية من الدفاية دفاية خاطر جدا فيه دفايات اللي بتطلع هوا سخنة اه احسن والشمعة ومش زيت اه اه والدفاية الزيت اه الدفاية دي كويسة بس حسب السعاء يعني لازم تقلل الاستعمال بتاعها شغلتها نص ساعة خلاصت فيها متنامش متنامش ابدا والدفاية شغالة هتقلل الاكسوجين ممكن انت بتحسنها ما يعرفش تيحصل ايه ممكن الحرارة دي تزيد تمسك في السطارة تمسك في السجاد متعرفش ولازم تحط الدفاية فوق متحطاش تحت ساعتها خشب حاجة رخام او حاجة ع البلاط كده يعني ولا سجاد ولا سجاد خطر اه ومتتفنش الكابل تحت السجاد يعني خطر يعني مثلا فيه ناس اقول لك ايه ده الاطفال مفسوطين او المكت او السجاد سخنة وهو سخن من ايه من الكابل ومرة في مرة بيولع هي كده اه زي ما قلنا المشترك ستة امبار اتا وانت بيستخدمه ثمانية امبار بيسخن مرة في مرة هتلاقي سيح وانت مشواخد بالك وانت بره مثلا خطر الحاجات دي كده هل فيه مؤشرات اولية ممكن تبقى بتحصل نعرف من خلالها انه فيه بعد الشر مشكلة هتحصل ما فالما اتا اتا مثلا ايه اتا امسك كده لو اتا جيبت او اتا مش عارف مثلا المشترك عليه كام امسك الكابل كده هتليه سخن لو ايته بسخن كده هي بتعرف ان فيه حاجة مش مظبوطة ياما المشترك اللي اتا جايب وده لو امرو عليهم مصانع بير السلم مش كويس ياما حطت عليه احمال كتير اشوف الانبير كام واشوف الاحمال بتاعتك كام يعني طيب مفيش طرق تقليدية نقدر نحافظ بيها على درجة حرارة الغرفة في ظل البرد اللي احنا بنعيشه يعني درجة انت تقفل الغرفة ما تسيبش يعني انت مثلا ايه زي التكيف برضو يعني احنا مثلا واحد ايه الناس برضو بتشتكي يقولك باخد برضو خطورة كهربا كتير انت عمل التكيف وصيب مثلا الشباك مفتوح فالتكيف عمال شغال مش عيف صلوان لازم تكون الباب مقفولة والشبابك مقفولة وشغل الدفاية وتجيب برضو الدفاية حسب مساحة الغرفة ما تجيبش يعني مثلا اوضة كبيرة زي كده وتجيب دفاية صغيرة انت تشوف المساحة بمكتوب حسب الوط بتاعها انت تشوف مساحة الاوضة ايه وتجيب الدفاية لا تجيب دفاية كبيرة الوط بتاعها كبيرة على الاوضة صغيرة هتهيس اللي انت جسمك ولا تجيب دفاية صغيرة على مساحة اوضة كبيرة حسب الوط بتاعك انت تشوف كما نقول لك، تكييف 1.5 حصان، 1.5 حصان، 2 حصان، حسب الأوضاء بتاعتك، كما تجيب التكييف، تجيب الدفاية طب يا فنم، أنا دلوقتي أنا مواطن مش فاهم أمبار، ما عرفش إيه هو الأمبار ده، ما عرفش أنا تلفزيون أعمل في إيه، المشترك أعمل في إيه، فاهمني بالراحة، أنا النهار ده باجي نقي جهاز أفهم إزاي؟ يعني بجد يعني ببساطة شديدة أنا جاي أجيب جهاز دلوقتي التلفزيون أو الدفاية أو غيره أو غيره أو المشترك، عايزة أجيب المشترك بتاعهم، أفهم إزاي وأنا بشتري أقول إيه للراجل واللي بشتري منه؟ أفهم إذا كنت تشتري من الجهاز، فيه بتبقى نيم بليت، كل جهاز نيم بليت يقولك أي نيم بليت، يعني مكتوب عليه الفولت، لوحة، لوحة، ورقة صغيرة كده متعلقة، ورقة جهاز بالزبط، مكتوب عليها سلطة الصنع، الشركة المصنعة، الفولت كده من ٢٢٠ طب إحنا بنستخدم هنا في مصر كل الفولت ٢٠٢٠، ده في أي حاجة ده في مكوى، في الفيديونات، في كله؟ بيشتغل يعني، وفيه ناس بتعمل ٢٠٠ فولت عشان لو قدر الله، والفولت جي عالي، أو الجهد بتاعه، يبقى فيه أجهزة حماية، يعني فيه أجهزة دلوقتي، كل الشركات بتعمل أجهزة حماية داخل الجهاز نفسه، يقول لك كده أنا كل ما اشتري جهاز فولتو أعلى أحسن؟ أه فنم، الوقت كلها بقى تستاندر، يقول لك لا مشتغلش ٢٢٠، هتلاقي ٢٤٠، هتلاقي ٢٤٠، هتلاقي ٢٤٠، أعساس لو الجهد جي عالي شوية، هو مخصص إنه هو يشتغل عن جهد الأمبير ده هو تلاقيه مكتوب حرق ستة ايه، يعني ستة أمبير، وساعد بكتوبها بالعربي ستة أمبير، دي هتشوفيها حضراتك عن نيم بلات أو تسألي رجل حيقولك فأنت تجد تشتري مشترك، أنا هشتغل على التلفزيون، يبقى ده ستة أمبير، هشتغل عليه تلاجة، هشوف كم أمبير، واجيب المشترك المناسب ليه طبعاً أزود، مثلاً لو أنا أحملها عندي ستة أمبير، ما أجيبش ستة أمبير بقى بالظبط، أجيب ثمانية أمبير، أزود أكتر فدي هي لازم المستهلك يعرف يجيب الحاجة، لازم يحسب الحاجات، دي حاجات سهلة خالص، يعني ما فيهاش حاجة يعني هل أنا من الأفضل دلوقتي أجيب المشترك نفسه أعلى من الأمبار؟ أه طبعاً أعلى شوية سن يعني، يعني يستحسن نجيبه، وما تجيبيه بقى تبع عارفة تشغالي، ما ينفعش أنا مشترك دلوقتي إيه للتلفزيون، والشاشة الكمبيوتر، والعجات دي ده صغير، أروح شايله كده، لأ أنا أشغل به الغسالة، وأشغل به السخان، وأحط عليه مكوى مشترك غالي، وبعدين يقول لك إيه، ده أنا أجيبه مشترك غالي، وزي ما اتقلت من جهاز حماية المستهلك، وبتاعه من مركز كويس، وغالي جداً أه جيبت مشترك، بس ستة أمبير، ومشغل هاي الحاجات عشرة والعشرين أمبير، طبعاً لازم يتحرق، فهي دي الفكرة يعني طب اللي عايز يحمي أجهزته من انقطاعات الطيار الكهربائي، اللي هو تخفيف الأحمال، اللي يعمل إيه؟ يعني كيف يتجنب الحق الضرر بأجهزته؟ وصي أهم الأجهزة اللي ممكن التلاجة والتكييف، ففي ناس تقول لك لا كل شوية شد الفيشة، لا في حاجة أنت لو شغال عليه مشترك، فيه المشترك فيه مفتاح، دوس عليه أحسن كده، وبعدين يفصل ما احنا قولنا التلاجة ما ينفعش يتحط على مشترك؟ لا ممكن يتحط على مشترك، أمتار 25 أنا حفظت فيه مفاتيح دلوقتي حديثة، المفتاح اللي هو تحط فيه الفيشة بيجابه مفتاح، يعني هو البريزة دي نفسها فيها مفتاح تتفصل وتوصل لكن الحاجات تشد الفيشة كل شوية دي غلطة، تتشد الفيشة ممكن السلك يتقطع بي بتاقي دي فدلوقتي إحنا ما يعني وزارة الكهربائي عاملة خط التخفيف الأحمال عاملة حداك من المنطقة مثلا من الساعة كذا، أنا المنطقة بتاعتي من الساعة كذا، فاتا عارفة وطاعة الكهربائي امتا؟ فروح افصل الكهرباء عنها كذا، يستحسن التلاجة بالذات يعني والتاكلة طيب والتلفزيونات؟ مش اوي مش مهم اوي يعني، بس التلفزيونات برضو ايه عشان بحيث الناس سايبها 24 ساعة كده عشان ايجي شغل عطول الريموت، حاول كل شوية كده تفصل، غلطة ما تسيب الكهرباء في الجهاز أيًا كان، أيًا كان على طول الأسبوع في 14 في الشهر حاول كل يومين كده تفصل، مثلا ساعة، خرجت بره مش مثلا في الخارج وعترجها كبان ساعتين تلاتة، افصل الكهرباء عن التلفزيون يعني معلومات مهمة جدا حضرتك زوتنا بيها النهاردة، يمكن مؤظمها ما كنتش أنا عارفها شخصيا وفاهمتنا ايه هو الفولت والأمبار والحاجات ذي كلها، كل الشكر ليك الدكتور مهندس الاستشاري أحمد صلاح الشناوي، وكيل شعبة كهرباء بالنقابة العام المهندسين، نورتنا يا فندن شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم